محاكاة مرعبة للحرب النووية في حضارات العالم القديم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قام العلماء بإنشاء نماذج افتراضية لحضارات مثل مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وحضارات أمريكا الوسطى ثم قاموا بمحاكاة تأثير الحرب النووية على هذه الحضارات كانت النتائج مرعبة في غضون ساعات تم تدمير هذه الحضارات بالكامل اختفى الناس والمدن وتحولت الأرض إلى صحراء قاحلة هذه المحاكاة هي تذكير مرعب بالمخاطر التي تنطوي عليها الحرب النووية فهي توضح كيف يمكن أن تدمر الحرب النووية الحضارات في لمح البصر محاكاة مرعبة للحرب النووية القادمة في هذا الفيديو قام عدد من العلماء والباحثين بواسطة الذكاء الاصطناعي بصنع فيلم قاموا فيه بمحاكاة للحرب النووية القادمة وما ستكون عليه الحال إذا ما اندلعت هذه الحرب بناء على دراسات ومعلومات استخباراتية دقيقة نبدأ أولا بتاريخ الحروب النووية في حضارات العالم القديم تابعوا الفيديو لنهايته فهو شيق وغني بالمعلومات لأقصى الحدود رسالة تحذير من ماضي صحيق لم تعد القوة التدميرية للتكنولوجيا العلمية الحديثة وأسلحة الدمار الشامل خفية على أحد من سكان هذا الكوكب إن هذه القوة أصبحت كافية كما هو معلوم لتدمير كل ما على سطح الأرض من مظاهر الحياة والمدنية وإهلاك كل كائن يتنفس من إنسان وحيوان ونبات ربما فيما عدى العقاربة التي قيل أن الإشعاعات النووية لا تؤثر فيها والمتفائلون يقولون أن التوازن الذري في العالم المعاصري كفيل بعدم إطلاق هذه القوة من عقالها وعلى هذا التوازن يعتمد مصير البشرية سواء كان صعودا بإنتاج المزيد من الأسلحة الفتاكة أو هبوطا بالتوصل إلى إجراءات للخفض المتبادل والمتوازن لأسلحة الدمار الشامل لدى الجميع ولكن الواقعيين لا يشاركونهم هذا التفاؤل فإن انطلاق هذه القوة التدميرية من عقالها قد لا يتوقف على إرادة الطرفين وحسن تقديرهما لصالح البشرية بل قد يأتي عفوا نتيجة للخطأ أو سوء التقدير أو اليأس أو الرغبة المرضية في الانتحار الجماعي وعندئذ تنطلق ألسنة اللهب الذري لتلحس سطح الأرض وتبيد من عليه كل شيء وقد عقد في واشنطن مؤتمر ضم زهاء مئة من العلماء المتخصصين في علوم الطبيعة والأحياء والأرصاد الجوية لبحث أحوال العالم بعد الحرب النووية وجاء في تقرير المؤتمر الذي أذاعته وكالات الأنباء ونشرته الصحف في شهر نوفمبر 1986 أن ألف مليون شخص سوف يموتون فورا في حالة وقوع حرب نووية يستخدم فيها نصف المخزون فقط من الأسلحة النووية وذلك بفعل السحابة النووية الضخمة التي تتصاعد في شكل عش الغرابي وأن ألف مليون شخص آخرين سوف يموتون بعد ذلك موتا بطيئا بعد معاناة من حروق وآلام بالغة أي أن حوالي ربع سكان الأرض سيموتون فورا أو صبرا فماذا عن الباقي هؤلاء سيكونون أسوأ مصيرا بحياتهم فوق هذا الكوكب الذي سيعاني اختلالا رهيبا في توازنه البيئي فالهواء سيصبح مشبعا بثاني أكسيد الكربون والسيانيد السامي وتسقط أمطار ملوثة بالإشعاع الذري في كل مكان فتصيب الأحياء بالسرطان والأمراض والعقم وتتكون سحب من الدخان والضباب وتتلف طبقة الأزون المحيطة بالكرة الأرضية التي تمتص الزائد من الأشعة فوق البنفسجية مما يتسبب في الإصابة بسرطان الجلد وسوف تؤدي الانفجارات إلى ارتفاع سحابة من الهباب يقدر وزنها بمائتي مليون طن إلى ارتفاع ثلاثة أميال فوق سطح الأرض وهذه سوف تمتص تسعة وتسعون في المائة من أشعة الشمس فتغرق الأرض بالتالي في ظلام دامس وتتوقف عملية التمثيل الضوئي اللازمة لنمو النباتات والمحاصيل وبعد انتهاء لفحة الحريق التي تقدر حرارتها بآلاف الدرجات المئوية سوف تثبت درجة حرارة الجو عند خمسة وخمسون درجة مئوية مما يقضي على معظم أشكال الحياة الحيوانية والنباتية ثم تنتهي الموجة الحرارية وتأتي موجة من البرد القارس فتتجمد أسطح البحار والمحيطات والأنهار أو ما يسمى بالشتاء النووي وأكد المؤتمر أنه لن تنبو أي بقعة من الأرض من هذه الكارثة الشاملة غير أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية سيكون أبطأ تعرضا للضرر المباشر من النصف الشمالي على فرض وقوع أغلب الانفجارات في النصف الأخير غير أن حركة الرياح والتيارات الهوائية لن تلبث أن تنقل الموت والدمار إلى كل أنحاء النصف الجنوبي في النهاية هذا هو بعض ما ورد في التقرير الخطير عن مؤتمر العالم بعد الحرب النووية وفي هذه الأيام بالذات التي نشهد خلالها تصعيدا جديدا للخطر الذري ما أحران أن نعطي هذا التحذير آذانا صاغية إنه تحذير يأتي من ماض سحيق من فجر البشرية أو طفولتها المبكرة قبل اختراع الكتابة التي بدأ بها التاريخ ولكنه ظل عالقا في الأذهان تتنقله الأجيال والأقوام والأمم والحضارات إلى أن سجلته الأقلام بعد مضي آلاف السنين في تراث كل الشعوب القديمة نجد أساطير عن كارثة عامة محقت البشرية ولم تترك على الأرض سوى عدد قليل من الأحياء الذين ينجحون في الهرب من الكارثة على نحو ما كالاختباء في كهف أو اللوذ بقمم الجبال أو النجاة بسفينة أو قارب فوق مياه الطوفان وفي معظم هذا التراث نجد أن الناجين هم عادة فرد واحد مختار من العناية الإلهية تصحبه امرأة أو امرأتان وفي بعض الأحيان عائلات بأكملها وسلالات منتقات من الحيوان والطيور وفي كل الأحوال نجد أن هؤلاء الناجين يبدأون تلك المهمة الصعبة وهي ارتقاء سلم الحضارة من جديد في السجلات القديمة لمصر وبابل والهند والصين وميثولوجيا اليونان والرومان وأساطير المايا والإيزيتيك وقصص التوراة والقرآن وحواديت النرويج وفنلندا وموروثات القبائل الأفريقية والأسترالية نجد نفس القصة مهما اختلفت الشعوب وتباعدت البلاد ابتداء من السلتيني في بريطانيا إلى المواري في نيوزيلندا وتأخذ الكارثة أحيانا شكل طوفان يعم العالم كله أو زلازل وبراكين حارقة مدمرة أو ريح صرصر عاتية ويحدثنا القرآن الكريم عن هذه الأنواع الثلاثة من الكوارثة التي حلت بشعوب البائدة فقوم نوح أهلكوا بالطوفان ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وقوم صالح أهلكوا بالزلازل والبراكين أو ما يعبر عنه القرآن الكريم أحيانا بالرجفة أو الصيحة أو صاعقة العذاب الهون أو الدمدمة كذبت ثمود بطغواها إذ أنبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وقوم هد أهلكوا بريح صرصر عاتية كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري ولا مساس بقدرة الله في القول بوجود سبب طبيع لهلاك هؤلاء الأقوام لأن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات جميعا وفي العهد القديم إشارات عديدة إلى كوارث ماحقة أصابت البشرية منها على سبيل المثال ما ورد في المزمور ثمانية عشر فارتجفت الأرض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت جمرا اشتعلت منه أرعد الرب من السماوات والعلا أعطى صوته بردا وجمر نار أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة وتحكي لنا أساطير كاشيناوة وهم أقوام بدائية في غرب البرازيل عن زمن حدث فيه أن لمع البرقة وقصف الرعد بشدة فأخاف كل أحد ثم انفجرت السماء وتساقطت قطعا فقتلت كل شيء وكل شخص وتبادلت السماء والأرض مكانيهما ولم يبقى فوق سطح الأرض كائن يتنفسه كما تحكي أساطير الهنود الحمر شكتوا في أوكلهما بشمال أمريكا عن زمن حدث فيه أنغاصت الأرض في ظلام دام لمدة طويلة ثم ظهر ضوء ساطع في الشمال ولكن تبين أنه موج في ارتفاع الجبال تقترب بسرعة رهيبة لتغرق كل شيء وقبائل الساموى في جنوب الباسيفيكي لديها أسطورة تقول وانبعثت رائحة وتحولت الرائحة إلى دخان وتحول الدخان إلى سحاب وارتفع البحر وفي كارثة مهولة هبطت الأرض تحت البحر ثم ظهرت الأرض الجديدة أرض سامو من رحم آخر قطعة من الأرض ومن أيسلندا تحصل على دليل آخر عن كارثة عالمية في إشعار أيدا وهي أشعار أسطورية إسكندنافية قديمة مجهولة المنشأ فنقرأه الجبال ارتطمت فيما بينها والسماء انشقت والشمس اسودت والأرض غاصت تحت البحر والنجوم اللامعة تساقطت من السماء واشتعلت الحرائق وحمى صهد وتصاعدت ألسنة اللهب تتحدى السماء نفسها وفي المكسيك القديمة أحصى شعب التولتيك فناء العالم ثلاث مرات وضمنوا ذلك في تقويمهم الذي أورثوه للإزتيك فيما بعدهم وطبقا لهذا التقويم القديم هناك أربعة عصور مرت على الأرض عصر الشمس المائية وفي نهايته دمرت الأرض بالفيضانات وعصر الشمس الأرضية وفيه دمر العالم بالزلازل والبراكين وعصر الشمس النارية الذي لازلنا نحيا فيه الآن ومن المقرر أن ينتهي هذا العصر وهو الأخير في مصير البشرية بالحرائق الهائلة التي تعم العالم كله وهو ما يحذر منه حاليا عقلاء العصر الذري ويختلف العلماء فيما إذا كانت هذه الأساطير تشير إلى كوارث عامة شاملة أصابت الجنس البشرية بأسره أم إلى كوارث محلية في أماكن وأزمان مختلفة ومن التفسيرات التي قيلت في تأييد الرأي الأول أن نيزكا ضخما اقترب من الأرض في بعض عصور ما قبل التاريخ فتسبب في هذه الأحداث الكبرى الرهيبة التي علقت في أذهان الشعوب القديمة بأسرها بما في ذلك غرق قارات بأكملها تحت مياه المحيط مثل قارة أطلنتسا التي لا نعلم حتى الآن علم اليقين ما إذا كانت حقيقة أم أسطورة والعلماء المحافظون يرفضون فكرة وجود كارثة عالمية شهدتها البشرية كلها ويقولون أن أساطير الدمار الشاملة في تراث الشعوب المختلفة ما هي إلا إشارات إلى حوادث أو كوارث محلية حدثت في أزمنة مختلفة من التاريخ مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأعصير التي لا نزال نشهدها حتى الآن وأن مثل هذه الكوارث عندما تحدث للأقوام البدائية كانوا يظنونها عالمية المدى تشمل الأرض كلها ويتنقلونها جيلا بعد جيل حيث تلعب المبالغة دورا إضافيا في تضخيمها وأكثر من ذلك هناك ما يوحي بأن الأرض شهدت ما يشبه الانفجارات الذرية في بعض أحقاب تاريخها القديم ففي عام 1947 تم إجراء بحث أثري في وادي الفرات بجنوب العراق كان أشبه بمنجم يخترق الطبقات الأرضية عموديا وأخذ الطبقات الثقافات الأثرية تظهر تباعا الواحدة تلو الأخرى ابتداء من مستوى العصر الحالي هبوطا إلى مستوى حضارة بابلة ثم الكلدانيين ثم سومر حيث شهدت طبقات من طمي الفيضاني تفصل بين مدينة سومرية وأخرى إلى أن وصل الحفر إلى مستوى القرية البدائية حيث كان يعيش فلاح العصر الحجري الحديث وتحتهم ظهرت حضارة الصيادين وتحت هؤلاء بدى مستوى الرعاة وملتقط الثمار الذي يقابل الحضارة المجدالينية وساكن الكهوف في أوروبا وكانت المفاجأة الكبرى أنه عثر في أسفل هذه الطبقات جميعا على أرضية من الزجاج المنصهري الذي لا يشبه شيئا قدر ما يشبه أرضية صحراء نيو مكسيكو بعد أن أجريت فيها أولى التجارب الذرية في مطلع العصر الذري الحديثي كما عثر في صحراء جوبي على نفس الأرضية الزجاجية التي تتخلف عن الانفجار الذري ويقول العالم الروسي الدكتور فياشيسلار زيتسر الأستاذ بأكاديمية العلوم بروسيا البيضاء إن وصف العهد القديم لدمار سدوم وعمورة يشبه وصف انفجار ذري بلسان شاهد عيان غير متعلم ليس معنى ذلك بالضرورة أن الأرض شهدت حروبا نووية قبل عصرنا الحالي بل قد يرجع السبب ببساطة إلى احتمال ارتطام نيازك ضخمة بسطح الأرض بين الحين والآخر نيازك أو شهوب أضخم من المألوف الذي لا يزال يخترق غلافنا الجوية في الوقت الحاضر مثل تلك القنبلة السماوية التي أدت إلى ظهور بحيرة كراتر بكلورادو أو كارثة سايبيريا المسمات هيروشيما 1908 حيث أدى ارتطام نيازك ضخم بالأرض هناك إلى قتل 1500 من حيوان الرنة وحرق الغابات في منطقة شاسعة شمال غربي بحيرة بايكال بسايبيريا وترك فجوة كبيرة في الأرض لا تزال بها آثار نشاط إشعاعي حتى اليوم ولكننا فيلمها بهارات وغيرها من الملاحم الهندية القديمة نقرأ ما يكاد يكون وصفا تفصيليا للحروب الذرية بالأسلحة الحديثة بما في ذلك إشارات تفصيلية عن سفن هوائية قديمة تسمى قيمانا وسهام عدم الوعي وتسمى مونانا سترا وكانت مثل هذه الإشارات تبدو محيرة وغير مفهومة بالنسبة للدارسين الغربيين الأوائل للمها بهارات في القرن التاسع عشر قبل اختراع الطائرات والصواريخ والغازات السامة وسفن الفضاء والأسلحة الذرية فكانوا يعدونها ضربا من الخيال المبالغ فيه أما الآن فإن مثل هذه الإشارات في المها بهارات وشقيقتها الراميانة وغيرهما تكتسب بعدا جديدا فماذا غير مركبات الفضاء أو الأطباق الطائرة تكون مثل هذه الإشارة إلى عربات سماوية من طابقين ذات نوافذ كثيرة تلمع باللهب الأحمر وترتفع في السماء بسرعة هائلة فتبدو كالشهب المندفعة وماذا غير الحرب الذرية تكون مثل هذه الإشارات كانت قذيفة واحدة مشحونة بكل قوة الكون وارتفع عمود متوهج من الدخان واللهب يلمع كعشرة آلاف شمس تطلع بكل بهائها كان سلاحا لم يعرفه أحدا من قبل أشبه بعاصفة رعدية حديدية رسول مهول للموت حول إلى رماد كل جنس فريشني وانداكا احترقت الجثث فلم يعد من المستطاع التعرف عليها تساقت شعر الرؤوس والأظافر تحطمت الأوان الفخارية بلا سبب ظاهر وشاب ريش الطيور وبعد ساعات كان كل الطعام قد تلوث وانطلقت الشهب من قبة السماء وفجأة اكتنف الظلام الكثيف الجيش كل الأفاق لفها الظلام وهبت ريحا مشؤومة وبدت الشمس كأنها تسير في عكس اتجاهها وبدى الكون وقد شوته الحرارة كما لو كان في حمى والأفيال وكل مخلوقات الأرض لسعتها حرارة هذا السلاح فاندفعت تجريها ربة حتى المياه نفسها أخذت تغلي والمخلوقات احترقت وجنود الأعداء سقطوا كالأشجار المحروقة بألسنة اللهبي والأفيال الضخمة تساقطت على الأرض وهي تطلق صيحات حادة ولكي يهربوا من هذه النار كان الجنود يلقون بأنفسهم في الأنهار ليغسلوا أجسادهم وأسلحتهم وتصفوا فقرة أخرى أرض المعركة بعد انتهاء القتال بهذا السلاح الرهيب فتقولوا أخذت الرياح الجافة القوية والحصباء المتساقطة من السماء تهب من كل جانب وبدأت الطيور تترنح وهي تطير في دوائر والأفق من كل جانب كساه الضباب والشهب تساقطت من السماء فوق الأرض كقطع من الجمر الملتهب وقرص الشمس بدى كأن قد علاه التراب فظهر الدوائر من البريق الأبيض حول الشمس والقمر أن التلال والأشجار والأنهار وكل أنواع النبات والحشائش في هذا الكون وكل ما هو ثابت أو متحرك قد تحول إلى رماد والآن إذا رجعت إلى بداية هذا الفيديو وقرأت تقرير مؤتمر العالم بعد الحرب الذرية ألا تشعر أنه امتداد طبيعي للمهابهارات لا يهمنا في الواقع أن نثبت ما إذا كان ما ورد في المهابهارات حربا ذرية بالمصطلح الحديثي أم مجرد مبالغة من نسج الخيال غير أن هذه الإشارات مهما كانت طبيعتها وحقيقتها تبدو بالنسبة لنا نحن أبناء هذا العصر الظري ذات معنى آخر تبدو كما لو كانت رسالة تحذير من أعماق التاريخ عن أهوال الحرب النووية أو لكأنها نبوءة فضيعة عن مستقبل البشرية مثل تلك النبوءة التي أطلقها الشاعر الروماني سونيكا الذي كتب يقول فيها سوف يأتي يوم تدفن فيه كل البشرية كل ما أنتجه الصبر الجميل الطويل كل ما بلغ حد الروعة كل ما هو شهير وما هو جميل العروش العظيمة والأمم العظيمة كل ذلك سوف يهوى في درك واحد ويمحق في ساعة واحدة في نهاية الجزء الأول من هذا الفيديو يمكننا القول أن محاكاة الحرب النووية في حضارات العالم القديم هي تحذير مرعب من مخاطر الحرب النووية فهي توضح كيف يمكن أن تدمر الحرب النووية الحضارات في لمح البصر وتترك العالم في حالة خراب نحن بحاجة إلى أن نتذكر دائما أن الحرب النووية ليست لعبة فهي تهديد حقيقي للبشرية ويمكن أن تؤدي إلى نهاية العالم دعونا نعمل معا لمنع اندلاع الحرب النووية ونضمن مستقبلا آمنا للبشرية انتظرونا في الجزء الثاني غدا بإذن الله في نفس الموعد ومحاكاة مرعبة للحرب النووية المتوقعة في المستقبل وضعها أذكا كمبيوتر في العالم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء